قبل ما نبدأ ملخص الفيلم يريد ما تنسوش تشتركه في قناتنا الجديدة حكاو المشهد لاننا نزلنا فيها فيديو جديد على ليه اكسلارجي مش فيلم كوميدي لأسيب لكم رابطها في الوصف بيبدأ فيلمنا مع الطفلة وين وهي بتلعب مع الحشرات واستلغابة ووقتها بييجي لها راجل ضخم جدا اسمه ليونارد وبيطلب منها انهم يكونوا صحاب بس وين بتخاف منه وبترفض لان والدها اللي ما تتكلمش مع الناس الغريبة ووقتها ليونارد بيقولها ان عندها حق بس هو بس عايز يكون صدقها وبيلعب مع الحشرات معها وبيديها وردة وبيطلب منها يلعبوا مع بعض لعبة الاسئلة اللي بتكون عبارة عن ان كل شخص يسأل التاني سؤال لما يشيل وراءة من الوردة فبتوافق وين وبتبدأ وبتسأله ليه هو جيه هنا فبيقولها ليونارد ان هو عايز يكون صدقة مع والدها ايريك وصديقه العزيز اندرو والسبب ان هما ينقذوا العالم مع بعض وبيقولها تبص ليه كويس علشان تعرف قد ايه هو حزين من اللي المفروض يعملوا النهاردة فبتستغرب وين ومش بتكون فهمة حاجة لحد لما بنشوف اشخاص جايين مع ليونارد وبيكونوا شايلين اسلحة وواضح ان هما عايزين يقزوا حد فبيتخاف وين وبتبدأ تغرب لبيتها بس بيقولها ليونارد لما توصل البيت تقفل كل الابواب علشان هما ما يقدرواش يقتحموا البيت بسهولة وفعلا وين بتوصل بيتها وبتقول لعيلتها يقفل كل الابواب وبتحكي لهم على المجموعة المسلحة اللي شافتهم وفعلا وقتها المجموعة دول بيخبطوا جمد على الباب وبيطلب منهم ليونارد انهم يتكلموا مع بعض بس اندرو صاحب والد وين بيرفض ان هو يفتح الباب وبيقول لهم يمشوا وقتها بيتعصبوا المجموعة وبيبدأوا يحاولوا يكسروا الباب ويقتحموا البيت من كل المداخل وفعلا بيقدروا واحد وراء التاني يقتحموا البيت ولما ايريك والد وين بيجي يهاجم واحدة من مجموعة ليونارد بيتضربوا على دماغه فبيغم عليه قوتها اندرو بيحاول بكل قوته يدفع على بيت صاحبه ولكنه بيتحاصر ومش بيكون قدامه حل غير الاستسلام قوتها بتقول واحدة من جامعة ليونارد انها ممرضة وتقدر تعالج ايريك اللي ضربته بنفسها ولما بيفوق ايريك التاني بيلاقي نفسه متأيد هو وصديقه اندرو وبتقوله الممرضة انه هو عنده ارتجاج في المخ ولازم يعود في غرفة ضلمة بس ليونارد بيقول ان مافيش وقت وبيبدأ يعرف نفسه للعيلة وبيقول انه بيشتغل مدرس في مدرسة ابتدائي وانه بيحب الاطفال جدا لدرجة انه عايزهم ينفعوا الناس في المستابل بسببه وكمان صابرنا بتعرف نفسها وبتقول انها ممرضة وان عندها اخت صغيرة وما تتمناش تشوفها بتموت وواتا ريموند بيقول انه بيشتغل في شركة غاز وفقد للشغف واغلب الوقت مش في وعيه وبالسبب شربه بعد ما خرج من السجن وباللاحظ انه هو متوتر جدا وبعد كده بتعرف ادريان بنفسها وبتقول انها بتشتغل طباخة وواتا بيقول ليونارد للعيلة السبب في مجيهم هنا واقتحمهم لبيتهم واللي بيكون انقاذ العالم من الضمار وده يحصل لو العيلة ساعدوهم وبيقول ان الحل الوحيد انهم يختاروا من عائلتهم واحد علشان يضحوا بيه وإلا لو بيها والكوارث هتبدأ تضمر العالم وان واتا وين واندرو ويريك هيكونوا الوحيدين اللي عايشين أما التمانية مليار هيموتوا فواتا ايريك واندرو بيفتكروا ان جامعة ليونارد مجانين ولكن ليونارد بيقولوا وهو حزين ان هو وكل جامعته شافوا رؤية واحدة وانها متشابهة بنسبة 100% وضقيقة جدا علشان كده قرروا ينفزوها علشان يحموا العالم من الضمار وبيقولهم ان جامعته ما تقدرش تقتل من عائلتهم حد إلا لو هم يختاروا بنفسهم وان لو ما عملوش كده هتبدأ الكرسى الأولى في الظهور في العالم واللي على حسب رؤيتهم ظهور تسونامي في أماكن كتير في العالم وان وقتها نص العالم هيتم يغمره بالمية ووقتها ناس كتير هيموتوا ومنهم أطفال أبرياء أما الوباء التاني فهيكون فيروس شبه الطعون فواتها أندرو بيقطع وهو متعصب وبيقول ان هو مجنون وكلامه كله وهم ولكن ليونارد بيكمل وبيقول ان الكرسى التالتة هي وقوع قطع من السماء زي الزجاج وان واتها هيكون العالم كله عبارة عن ظلم فبيقول له أندرو ان هو مستحيل يضحب حد من عيلته وانه مش مصدق كلامه فواتها بيعرفوا ليونارد انه أصاد كل رفض منهم على كلامه هينطلق وباء في العالم واتها ريموند بيحط غطاء على رأسه وهو متوتر وخايف جدا وبيوطيه قدام العيلة وساعتها جامعته كلهم بيقتلوه مرة واحدة فبيتصدموا واتها أندرو ويرج جدا وبيتأكدوا أن المجموع دول فعلا مجنين واتها بيفتح ليونارد التلفزيون على الأخبار والمفاجأة أنه فعلا بنلاقيه الدنيا مالوبة على خبر ارتفاع نسبة الأنهار والمحيطات في العالم وبيظهر فيديوهات لناس على الشواطئ بتموت من ارتفاع منسوب المياه المفاجئ وبعدها على طول بيجي خبر على تنبؤ العلماء بحدوث زلزل في بعض الدول بقوة تسعر اختر وإنه اياتي الناس كتير فوقتها ليونارد بيفل التلفزيون وبيقول للعيلة أن هم بكرة لازم يختاروا هيضحوا بمين وإلا هيبقوا السبب ده مرة أكبر في العالم بس بيقول أندرو أني مش معنى أني ده حصل يبقى هما صح ووقتها بيظهر أني إيريك وده عليه بدأ يصدق بكلام مجموعة ليونارد وأثناء ما صابرينا بتعالج جرح وبتقوله إنها بقت متدينة من وقت ما جالها الرؤية وإنها سمعت فيها سرخات أطفال من كل بلاد العالم وبتتراجهم يخليش ده يبقى حقيقي ويحصل ووقتها بيبدأ إيريك يصدق أكتر ولما بيروح لأندرو اللي بيسأله لو صدق جماعة ليونارد بيجدب إيريك وبيقول لا وإنه أكيد مش هيضحب حد فيهم وبيشك أندرو وقتها إن القناة اللي تزاعد فيها الأخبار ممكن تكون تابع ليونارد لأنه لاحظ إنه بيبص في الساعة كتير ووقتها بيطلب ليونارد من الكل إنه هم يناموا علشان بكرة يومهما يبقى طويل وفعلا تاني يوم بنشوف إن أدريان اللي في مجموعة ليونارد بتحضر الأكل الوين وبتكون طيبة معها فبتقدر وين بكل تخفي تاخد سكينة الفطر وتديها لإيريك والدها علشان يفك بها الحبل اللي هو مربوط بيه ووقتها بيعرف أندرو وصاحبه وإيريك إنه أول ما يفك نفسه هيجري على العربية علشان يجيب منها مسدسه ويقتل الجماعة وبنشوف ساعتها إن أدريان بتقول لي إيريك اللي بيبقى يغرب يطنع إن هي الشخص اللي عليه يموت المرة الجاية اللي هم يرفضوا فيها وبتعرفوا إن عندها طفل فعمر بنته وين وبتترجى يوافع علشان ترجع لابنها بس إيريك مش بيتكلم ووقتها أدريان بتغطي وشهوهية كمان بتتقتل زي ريموند وساعتها ليونارد بيفتح التلفزيون وبيظهر في الأخبار إن في فيروس اسمه ويكس التسعة ظهر جديد وإنه فتاك وقوي جدا وبيقتل للأطفال بطرقة بشعة وده بيكون سبب إن حالة الطورق يتم إعلانها في العالم وواته بيعلن إيريك وبيقول لأندرو إنه بدأ يقتنع ولكن أندرو بيقول له إنهما بيكذبوا عليهم وبيخدعوهم وإنهم مجانين وبيقول ليونارد إنه واثق إن البرنامج اللي فتحوه مبرمج وإنهم اللي عملوه فبيبدأ إيريك يرجع للصواب ويقتنع بكلام أندرو وواته بيشاور اللي وين اللي بيبقى واضح إنها بتبدأ خطة وبتفضل تزعي وتقول إنها عايزة تتفرج على كارتون ولما ليونارد بينتبه لها والمجموعة بتتشتت بيقدر إيريك يفك نفسه ويهجم على المجموعة فبيبدأ أندرو هو كمان في فك نفسه وبيجري على العربية ولكنه بينضرب عصايا في رجله من قبل سابرينا بس بيقدر يدخل العربية وياخد مسدسه وبيضرب نار جمبها فبتخف فيها جدا وبتهرب وواته أندرو بيدخل البيت وبيهدد ليونارد وبيقوله يدخل الحمام ويفل على نفسه لحد ما يهربه بس ساعتها بتجري سابرينا على أندرو علشان توقفه ولكنه بيتخض فبيتلها بالغلط وبيحبس ليونارد في الحمام واته بيسمعوا العيلة صوت كسر إزاز فبيخافوا ليكون ليونارد هرب ووصل للعربية قبلهم فبيفتحوا باب الحمام علشان يتأكدوا ولما بيشوف السطرة مقفولة بإحكم بيضرب نار على اللي في البنيو واللي بيطلع فعلا ليونارد بس بيقدر ياخد السلاح من أندرو وبيقولهم يفتحوا التلفزيون علشان يفكروا تاني في الرؤية وفعلا أندرو لما بيعمل كده بيلاقي طيارات في دول كتير عملتها على الأرض وبيفتكروا جملة ليونارد إن أجزاء أتيع من السماء على الأرض زي الإزاز وبيبدأ أندرو ويتأكد هو وإيريك إن كلام ليونارد صح ومش كدب بس لسه أندرو بيحاول يكذب ليونارد اللي بيقعد على كرسي وبيجاه السكين علشان يتلبيها نفسه وبترجل عيلة إن هما ينفزوا الرؤية وإلا العالم هيتضمر ولما بينتحر بنشوف إن فعلا الطيارات في منطقتهم بدأ يتع وفي برق ورعد قوين جدا بيحراول أشجار وواتا إيريك بيكرر يضحي بنفسه وبيقول لأندرو يقتله وفعلا أندرو بيعمل كده بعد قناع كبير ووادع لصاحبه العزيز إيريك ولما بيروح معاوين لأقرب بنزينة بيتفاجئ فعلا إن كل الكوارث اتوقفت وإن تضحية إيريك نقضت العالم وواتا بيبقى مصدوم أندرو وبيعرف إن الأربع أشخاص اللي اقتحموا بيتهم عندهم حق